اشتركوا في القناة وخلال الاجتماع أشاد سعادة وزير الخارجية بما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة من رسوخ وتنامن في كافة النجلات في طل توجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظهما الله ورعاهما وما يجمع بينهما من وشائج وروابط وثيقة مؤكدا حرص مملكة البحرين وسعيها المتواصل لتطوير وتعزيز علاقات التعاون وتنسيق المشترك بين البلدين على كافة الصعود والمستويات من جانبه أكرم عالي سيد ناصر بوريطة اعتزاز المملكة المغربية بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من نمو وتطور في كافة المجلات مشيدا بالمواقف المشرفة لمملكة البحرين ومساندتها المتواصلة للمملكة المغربية في كافة المجلات وتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات وتكثيف التعاون المشترك وتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا في المحافل الإقليمية والدولية وقد صدر في أعقاب الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الوزيران اعتزازهما بعلاقات التعاون والتضامن الموصول بين البلدين الشقيقين بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله ورعاهما وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقيبها إلى مستويات أعلى وجدد معالي سيد ناصر بريطة موقف المملكة المغربية الثابت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم مملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية من جانبه جدد الدكتور عبداللطيف بن راشد زياني التأكيد على موقف مملكة البحرين الداعم لمغربية الصحراء الذي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء المغربية في الرابع عشر من ديسمبر 2020 ويتواصل ذلك الموقف في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبول تطويرها من أجل الارتقاء بها إلى أرقى المستويات الممكنة وثقا للرؤية السديدة والتوجيهات السامية لعاهلي البلدين الشقيقين حفظهم الله ورعاهما وأكد الوزيران على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في السابع والعشرين من فبراير 2018 بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة لدراسات الدبلوماسية من خلال تنفيذ مقتضياتها خاصة فيما يتعلق بتبادل الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب والورشات التي تنظمها المؤسستان كما استعرض الوزيران الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية وشدد على أهمية العمل العربي المشترك في تعزيز قدرات الدول العربية وحفظ أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية المستدامة لبلدانها معبرين عن بالغ ارتياحهما لتوافق وجهات نظرهما إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأكد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية ومحوريتها بالنسبة للأمة العربية وعلى أولوية هذه القضية في السياسة الخارجية للبلدين انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله تمسك صاحبي الجلالة القوي بحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق لحل دولتين المتوافق عليه دوليا والقرارات دولية ذات الصلة وفي هذا الإطار ثمن سعادة دكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الدورة البارز الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس الشريف وحفظ هويته ودعم صمود المقدسيين والعمل الملياني المكثف لوكالة بيت مال القدس الشريف كما ثمن الوزيران تشاور المنتظم القائم بين المملكة المغربية ومملكة البحرين وكذا حرصهما على تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الآليات القائمة أو المحافل الدولية